teammates اليوم المسلمون في حالة غير تصالحية بالمرة مع انفسهم المسلم في مواجهة المسلم وعلى فكرة‏ ليس ما اليوم، من أيام كان الحرب الخليج الأولى المسلم في مواجهة المسلم الموحد في مواجهة الموحد الدم النازف هو دم مسلمين به أيدي مسلمين وأسلحة مسلمين للأسف الشديد وأفعال مسلمين لذلك المسلمون حريهم بهم وقد فعلوا أن يصمتوا إذا تعلق الأمر بالمساهمة العالمية في القيام والتصالح والسلام آخر صوت يسمع آخر صوت مرشح أن يسمع صوت المسلمين الكل يقول كما نقول في عبه في جوفه في باطني وإن لم يصرح يا أخي اذهب فأصلح بيتك أنت تدعي أنك يعني مؤهل ولائق أن تقدم لي صيغة للتصالح العالمي صيغة للسلام طبعا يتحدث الآن مجموعة من الفكين خاصة الأسيويين وبعض الغربيين يتحدثون عن أن حضارة عالمية قيد التكون قيد التنشؤ الآن واضح أن الحضارة الغربية إلى الآن فشلت أن تبرهن أنها عالمية بحق وخاصة في عصر العولمة لم تستطع أن تثبت أنها عالمية ما زالت معتقلة في فخ مركزيتها وفي فخ أيضا بعض القيام الحداثية القائمة على أسس الهيمنة والسيطرة والاستنزاف أيها الإخوة للأسف هذه خطيئتها أعتقد مرة الأديب الفرنسي العظيم والأديب العالمي أندريه جيد قال يا ليتني كنت قرأت رينيه جينو وهو المفكر الفرنسي العالمي اللامع الذي أسلم بفضل الله تبارك وتعالى وعاش معظم حياتي ومات عارفا من العارفين العظام بالله تبارك وتعالى تحت اسم عبد الواحد يحيى قدس الله زره الكريم نعم وكان أستاذا بمعنى ما لشيخ الأزهر العلامة الإمام عبد الحليم محمود كان أستاذا له قال يا ليتني عرفت أو يا ليتني قرأت رينيه جينو منذ البداية إذن لتغيرت حياتي تماما رينيه جينو يضع أصبعنا على أخطائنا القاتلة كحضارة ثم يستثلي أندريه جيد يقول لكن لم يعد باليد حين يبدو أننا مضطرون أن نواصل وين تواصل إلى وين قال مشوار الفناء سننتهي إلى الفناء يقول جيد وانتبهوا فرق كبير جدا جدا إخواني فرق كبير بين المداخل الصحفية والإعلامية والتلفزيونية وبين طريقة المفكرين في النظر أنا اليوم أزعم أن الأمة العربية بالذات أكثر الإسلامية لديها بفضل الله بعض النجوم هناك في ماليزيا شوية في تركيا ربما في إيران لكن العرب بالذات لا يكادون والله أعلم يتوفرون على مفكر حقيقي مفكر حقيقي رغم كل مآسي وحطام وهوشاش وجذاذات العرب رغم كل هذه المرائر أيها الإخوة والكوارث التي حاقت بهم لا تكاد تسمع لا تكاد تسمع من يستحق لقب مفكر يعطيك نظرة بانورامية عامة نظرة الطائرة على المشهد يقول لك أين وإلى أين بشكل واضح ولذلك لا أحد أيضا معني لا أحد أيضا معني بشكل جدي ومسؤول بشكل جدي ومسؤول بأن يعرب عن إمكانية واستعداد الإسلام في هذه اللحظة الحرجة من حياته وحياة أمته استعداده لماذا؟ للإسهام في هذه الحضارة العالمية قيد التنشؤ والتكوون أنا لا أعني أنه لا يوجد في واقع الأمر مفكرون طبعا يلقون مثل هذه النظرات مستحيل هذه مبالغة مرفوضة تماما الذي يعنيه حتى أكون واضحا لا يوجد مفكرون يلهمون القواعد الشعبية يلهمون أريد مفكرون يعني منابريين يعني لهم منابر واسعة جدا بحيث يشكلون المخيال الشعبوي المخيال يشاركون أيها الأخوة في بناء رؤية جماعية أو مجموعية هذا هو المقصود وإلا مفكرون متجردون للفكر يكتبون ويدرسون موجودون بلا شك موجودون وينبغي ينبغي تحريك هؤلاء وتشجيع هؤلاء لكي يدلوا بدلوهم ولو كي يحاولوا فعلاً أن يلهموا هذه الجماهير الغافية الغفيرة الجماهير الغفيرة الغافية في الوقت نفسي تعرفون إخواني وتعيشون هذا العالم الإسلامي وبالذات العربي منه وهو ربما ربع العالم الإسلامي أو أقل أو أكثر العالم الإسلامي والعربي خصوصاً تعثر ولا يزال في استجابته للحضارة الغربية كل ما ترونها على فكرة هذا تداعيات وتوالي التعثر في الاستجابة للتحدي الغربي تحدي الحضارة الغربية من أيام رفاعة الطغطاوي وحتى ربما قبل ذلك إلى اليوم وعلى فكرة وهذا السؤال لا يزال يطرح ولكن مللنا من طرحي وابتذل تماماً ولم يعد أحد معنياً بأن يسمع أي السؤال ولا الجواب الموقف ما الحضارة الغربية هذا الموقف ملتبس متعثر تماماً نحن إذن فشلنا فهل ترون أننا سننجح غداً في التعاطي مع حضارة ربما تأتي على حطام البشرية لا قدر الله ولا سمح وربما تأتي على حطام العرب والمسلمين بالذات وهم يتحطمون الآن على كل حال حين تنشأ هذه الحضارة لا تتكون في مئة سنة في مئتي سنة هل ترون أن المسلمين لو ضلوا على هذه الحالة الزرية سيكونون مؤهلين ولائقين ومستعدين أن يتعاطوا مع هذه الحضارة الكونية ضمن منظومتها القيمية والمعيارية التي تتحرك بها هذا سؤال فكر هذا سؤال فكر يتعاطى معه المفكرون لا تكاد تطرح مثل هذه الأسئلة لا تكاد تطرح مثل هذه المقاربات أصلا لأننا متعثرون بأذيين كما قلت نحن لا نعرف ما ننقض الشوق من أرجلنا في الساحة العربية البسيطة الصغيرة جدا على مستوى البلد الواحد يتداعى ويتهشش ويطير شعاعا البلد الواحد البسيط تتحدث عن أم عربية ثم تتحدث عن أم إسلامية الألقاب ومفاهيم فخمة جدا وضخمة أكبر منها بكثير أكبر منها بمراحل أنت تقرأ رؤى أحيانا لبعض الصوفية الكبار العارفين الحمد لله لن عايشين في عادة اليوم كان ذبحوهم خمسين ألف مرة واحد زي ما أولانا جلال الدين الرومي صحيح؟ هذا ليس من خلفية جهل هذا أبو كان سلطان العلماء في بلخ سلطان العلماء يعني ابن أسرى وكان سيدا فقيها عظيما وين أصبح شخصا لو بقي جلال الدين الرومي ابن سلطان العلماء كما هو لا نسمع به أحد تماما مثل منين العلماء الذين لا نسمع بهم ما أولماء أفتوا الناس وعاشوا موات أولماء عاديين يعني حافظوا الكتب وقالوا لكن ما هذا الرومي؟ للعالم كل واقف كل العالم يعني اذهب أتحدى يعني أنا بعرف يعني بقرة إذهب إلى الهند يعرفون الرومي الصين يعرفون الرومي اليابان يعرفونه جيدا الإنجليز العلمان الأمريكان اليهود كل العلم يقول لك الرومي الرومي ما هو الرومي؟ ما هو الأستاذ هذا؟ أستاذ البشرية لماذا من وين؟ ولماذا؟ مسلم هو الرغاني ولمصحية وبعدين صار يتكلم الفارسية ويكتب الفارسية وكان يتكلم له ما علينا ومات في قونيا قبره اليوم في قونيا في تركيا يعني إذا قلت هذا هو كان يفهم هو على فكرة كان فاهم الاتجاه اللي بيصير فيه وكتب مرة يقول هذا من أجمل ما كتب قال تجد يا صاحبي هنديا وتركيا يتفاهما قال ويتنغما وفي الوقت نفسه أو عينه تجد تركيين لا يتفاهما لغة القلب يا حبيبي أوسع لغة وكان فاهم الطريق قشع البدن هذا الشعر العجيب رجل عميق عميق الآن العالم كله يفهم رومي ويحترم رومي تكلم لغة كونية يا أول بشر عن اختلاف الأنسنة هذه اللغة هذه اللغة هذه اللغة القلب لغة الروح ليه لغة الهدى الإلهي لغة الرياء الإلهي لغة رب العالمين ولم صحيح بتفكر رب العالمين لما أنزل وحيه مرة بالأرامية ومرة بالعربية ومرة بالسوريانية أنه كفى عن أن يكون متحدثاً للعالمين لا بالعكس ليه طيب صح القالب والصياغة سرياني أو آرامي أو عبري أو عربي أي أن كان لا بس لكن المعنى كوني صح؟ الآن علماء الليسانيات يقول لك ثلاث هناك ثلاثة مستويات لكل كلمة مستوى الصياغة هذا مستوى الأدنى مستوى المعنى مستوى النية القصد القصدية ما تريدك من أجل الكلمة هذه تخيل فمهم جداً أن تتعدى المستوى الأول مهم جداً أن لا تخف عند الثاني تذهب إلى الثالث ليكون قصده كما هذا أيضاً بساحة الإنسانية دائماً قصداً نبيلاً أخلاقياً حالياً روحانياً عميقاً أشكالها هو ألوان والمصابيح هذا أكيد كذلك مطرفة أشكال وألوان ولو ذهبت تتفرّص في شعاع من أي مصباح ينبعث ما عرفت ما عرفت قال فالشعاعات كلها الأشع يعني شعاع واحد لا تميّز يا صاحبي ولا تفرّد هناك فاهم هو فاهم الطريقة التي مشأ فيها على فكرة إذا أردنا أن نكون واضحين هذا هو التحدي أمام المسلمين اليوم والإسلام إسلام المسلمين في القرن الجديد والقرون المقبلة إذا صح أن حضارة عالمية هذا لابد أن يحصل اليوم ولا بكرة كما قلنا ولو على حُطام الدنيا يريد أن يحصل فالأخير نتعلم الدرس ونبدأ نحن على فكرة في الطريق رغم كل هذه الأخطاء نحن في الطريق ولم يكن البشر يوماً أقرب إلى أن يكونوا حضارة عالمية منهم اليوم على فكرة قال يبون جداً 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 رغم كل هذه الأشياء تشاؤموا الفعل وتفاءوا الإرادة أنا أقول هكذا مثل جرامشي طريبون جداً التحدي أن نبلور مثل هذا الفهم وبالتالي نسوق خطاباً مثل هذا الخطاب لنقدمه للعالم سيقبل به العالم ممتن لنا وستُعتبر مساهمة حقيقية وستجعل المسلمين عضويين في المجتمع العالم الموحد في الحضارة العالمية الكونية الآتية التي قلنا الإنجاز وقيد التنشؤ والتكون بإذن الله تبارك وتعالى هذا إذا قربت الله أما إذا قربت نفسك فقط ودرت حول ذاتك فقط تعرف ما الذي سيحصل كما قلت جنون وتنميط وطبعاً كل جنون هو منمط بس تنميطاً جنوني أيضاً لن ترى العالم إلا من ثقبك أنت بالله عليك هذا الثقب ثقبك أنت قادر على أن يريك العوالم والأكوان مستحيل مستحيل قادر على أن يعطيك نموذج صحيحاً لمقاربة أي شيء حولك مستحيل هذا نموذج نقب عبرة لن ترى شيئاً لن تفهم شيئاً وستبدأ مع كل سلطة تُسند إليك أو تتاح لك ولو على عبد رقيق انتهت العبودية لكنها فعلياً قائمة عبودية الأولاد والزوجة ومن في مسؤولياتك على كل حال ولو على عبود ضعيف في سلطانك وفي ولايتك ستحاول دائماً أن تنمط التنميط من حيث هو يعني 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 تجعله صورة منك يتطبخ معك بالكامل وإلا لوجود له يعني أنك لا ترى إلا من خالي هذا الثقب التنميط بطبيعته هو الموت خالفني وأدهجني لا تستطيع تعرف ليه؟ عندك أنت خلق الموت والحياة عندك الحياة وعندك الموت بالله عليك حين كما يقول دائماً خذها كذا كفاً من طين الأرض خذها كفاً فقط قبضة قبضة من طين الأرض وإسأل أي عالم متخصص قلوا هذه القبضة كان فيها المخلوقات سيقول لك عشرات 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 الألوف من المخلوقات الحية في قبضة تراب في قبضة تراب جدع شجرة في الأمازون شجرة في الغباءة الأمازون جدع شجرة واحدة وجدوا فيها بضعة آلاف أنواع جديدة من حيوانات وحشرات لم تكتشف من قبل بضعة آلاف بضعة آلاف أنواع أنواع في جدع شجرة ستقول لي هذه الرسالة الحياة مال إذن تنوع الحياة ثراء الحياة خصب ولا ما صحيح وشوف حتى على المستوى الإنساني خصب الإنسان مش اختلاف ألسنتكم وألوانكم فقط وأفكاركم ومذاهبكم وقارباتكم وعلومكم وعاداتكم وتقاليدكم شغلات رهيبة رهيبة شيء غريب ظلم صحيح فالحياة تنوع إذا ذكرت الحياة ذكر ماذا؟ التنوع والخصب والثراع الإدهاش وإذا ذكر الموت شوف أنت كل التنوع البشري هذا يصبح نمطاً واحداً صمتاً وعظماً صمت صمت القبور والصمت يبدأ من الجنازة يقول لك الصمت الجنائزي من حد ما يموت الإنسان يوجب بموته ماذا حالاً ماذا؟ من الصمت ولو كان أكبر لسن لقن مفوه من طيق أكبر خطيب كان أكبر فيلسوف ما نسكت دخلنا في عالم الصمت لأنه نفسه الآن أصبح أحد ملوك عالم مملكة الصمت سيصمت بس اسمه صمت القبور سيصمت تماماً لن يتكلم بعدين يذهب مظهر التنوع الحسي البدني اللحم والدم هذا يبقى ماذا؟ العظم طبعاً يريدك خبير على الحفريات وخبير عظام دقيق جداً مثل كوفيه عشان يقول لك أيوة الجمجة مكانت جمجمة حسناء أنا شخصياً بعرف وأعتقد معظمكم لا يعرف هذا تجيب له جمجمة حسناء ولا جمجمة شوهاء ليس سيعرف ولا ما صحيح تنميط الموت الموت إذن كل واحد يسعى إلى التنميط يسعى لماذا؟ إلى الموت والإمادة موسيقى